ايه الشركة بريزنتيشن ايه المشكلة اما نحلم يعني و ايه المشكلة اما احلمنا تتحقق ما حلمنا ان الدوري بقى بفلوس كتير بقى بفلوس كتير حلمنا ان الكورة ترجع رجعت حلمنا ان مصر ترجع رجعت اكبر مما كانت حلمنا بكل حاجة حلمنا ان نبقى فيه جمهور في المدرجات لعبنا ماتشاط المنتخب بـ 80-90-000 حلمنا بكل حاجة والحمد لله بتحقق ايه المشكلة نحلم سيبونا نحلم وبعد كده القرار اللي ربنا يجيبه ان شاء الله بالله يجيبه المهم ان احنا مستعدين المهم ان احنا جاهزين المهم ان احنا كبنية تحتية الامور بالنسبة لنا على ما يرام وحنخش وحننافس وحيبقى فيه الحقيقة قوة بشكل كبير جدا طالما فيه موافقة من الدولة المصرية اي حاجة هتمشي ثقتي في الحتة دي بلا حدود ترتيبات امنية قبل موقعة القدين ده تاني نقطة معنا النهاردة الاهلي والزمالك هلعبوا انفرضنا وقولنا ان الزمالك حيتنيل ماتشو وراح فعلا برج العرب والاهلي موجود في برج العرب وفيه ترتيبات امنية كبيرة جدا قبل الماتشين الجايين ملف الجماهير مغلق والموسم مقبل يشهد الجديد ملف الجماهير مغلق ان هو الاستاد يكون كله جمهور ولكن حيرجع الجمهور في الدور التاني بنسبة 3000 5000 7000 10000 ولكن من الموسم اللي جاي ان شاء الله بإذن الله الاستادات هتكون مقفولة شركة استاداتنا مكتش هتخش وتشتري اللي ساعة وتاخد القصة غير بتعهدات امنية ان الجمهور في المدرجات دخل تاني وفلوس تانية واستثمار تاني خالص للقرة المصرية احنا راحين في حتة تانية في يوم من الايام قلت الدور المصر حيبها ب300 مليون قال لك عم ده مجنون ده بيطلع يهزر على الهوى والحمد لله بقى بارقام كتيرة وارقام كبيرة جدا ان شاء الله بإذن الله اللي جاي هو اللي بنحلم بي لكن خلاص لازم تكون فيه ضربة بداية الموسم ده الجزء التاني ممكن يكون فيه 5000-10000 ان شاء الله بإذن الله ضربة البداية الموسم الجديد خلاص كل استادات فل ان شاء الله بإذن الله طول ما احنا ماشيين تجربة بتجربة بتجربة هتمشي الامور بشكل جيد ضربة الشتاء من نادي الزمالك بن شرقي وخربين في دائرة الزمالك نادي الزمالك بيفكر في الاتنين بشكل جدي جدا امير مرتضى منصور بيتحرك بشكل سري وراح وقعد وتكلم وممكن ياخد واحد منهم من الدوري السعودي الاتنين موجودين في الهلال وفيه كلام هل هو الكلام على أشرب بن شرقي او على عمر خربين اكيد واحد يكون يكون موجود في الزمالك فترة الانتقالات الشتوية وممكن ما يكونش في الشتاء وممكن يكون من الموسم الجديد امير بيعمل ايه وبيتحرك ازاي ده اللي حنشوفه ان شاء الله بإذن الله قريب اختبار طبي لكاسونجو وأوباما وحفني حفني ما شاركش لحد الوقتي بنسبة 30-40% في الدور المصري او مع نادي الزمالك حتى الان أوباما بلا منازعه هو واحد من نجوم نادي الزمالك كاسونجو واضح ان جروس معتمد عليه بشكل كبير مصمم عليه بيدي عمر السعيد احيانا ولكن هو بيعتمد عليه طول ما هو سليم ولكن كاسونجو محتاج يقدم وراء اعتماده ويعود من جديد لأيام الاتحاد السكندري ابتدى يفوق ولكن معادش المستوى بنسبة 100% الأحمر بيحرم بطل شاد من الميران لأن النادي الأهلي في نفس التوقيت هيبقى عنده ماتشو اللي هو المفروض بطل شاد يتمرن في نفس الملعب فمش عارف يتمرن في نفس الملعب دي أخبار نادي الزمالك محاولات وكرارات دي أخبار تانية رياح التغيير تهب على الأهلي رغم مطالب البقاء بصوا بقى السيناريو ده مهم جدا فيه كلام ان الكابتن محمد يوسف حيرحل من النادي الأهلي وفيه مدير فني أجنبي كبير فيه مدير فني أجنبي كبير الأهلي اتفق معاه ووصل معاه لخطوات مهمة جدا ثم في اللحظات الأخيرة كابتن محمود الخطيب لغى الفكرة وكلموا الراجل اعتذروله وكان فيه تسكارة صفر راحة ما جاتش ده الكلام من داخل النادي الأهلي محدش عنده معلومة مؤكدة وابقى القرار في ايد الكابتن محمود الخطيب ولكن من مصدر مقرب جدا 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 من الكابتن محمود الخطيب ان الكابتن محمود الخطيب بنسبة سبعين في المية بيفكر في بقاء الكابتن محمد يوسف حتى نهاية الموسم بعض جمهوري الأهلي يقول لي هو ايه الأفضل؟ مدير فني أجنبي ولا محمد يوسف يبقى؟ أنا وجهة نظر الشخصية وأكيد القرار في الآخر لكابتن محمود الخطيب وإدارة النادي الأهلي يبقى محمد يوسف حتى نهاية الموسم ثم بعد نهاية الموسم ياخد الأهلي قراره زي معايز محمد يوسف أخذ الفرصة في الأهلي قبل كده وقدم أوراق اعتماده كمدير فن كبير ويتعامل بمنتهى الاحترافية ومنتهى الاحترام داخل منظومة النادي الأهلي وراجل عارف إن النهارده إن هو ماسك بكرة ممكن ما يبقاش موجود وممكن ما يبقاش كمان موجود كمدرب عام وقال أنا تحت أمر النادي الأهلي في أي حاجة وفي أي وقت وما عنديش أي مشكلة وببص للماتش بماتشو إذن محلولة يعني الراجل ما عندوش مشكلة ولا في خلاف ولا في أي حاجة ولكن لاستقرار النادي الأهلي ولا مزيب من الاستقرار مزيب من الهدوء إن النادي الأهلي يطلع قرار باستمرار محمد يوسف حتى نهاية ألموس مع وجود الصفقات الجديدة مع وجود الفريق الجديد يتحسن أدايا الأهلي يبتدي قراراتهم يبقى مختلفة يجيبوا مدير فن كبير يعملوا اللي أم عايزينه أو يقدم أوراستماده محمد يوسف في مرحلة جديدة مع النادي الأهلي وساعتها ممكن يكون فيه قرار آخر دي وجهة نظري ويبقى القرار للنادي الأهلي المصري يتمسك بالحلم الأفريقي وفي انتظار للمدرب كابتن مصطفى يونس بيعلنها صراحة أنا تحت أمر النادي المصري كمدير فني ومكمل في النادي المصري كمدير فني وهعمل صفقاتي وفيه اتصال أو فيه كلام حصل ما بين الكابتن مصطفى يونس وبين المهندس سمير حلبية وقال له إن انت يا مكمل معانا مدير فني يا مكمل مدير كورة ولكن في النهاية دي الرشدة آخر صفقات النادي الأهلي كابتن عدل قعب يتير لأنجولا للتعاقد مع لاعب اللاعب ده خلاص تقريبا شبه مضى وشبه اتفق للنادي الأهلي اللاعب ده ماضي مع الأهلي من شهر ونص وإن شاء الله بإذن الله خلال ساعات ده لاعب فريق أول أغسطس وخلال ساعات إن شاء الله بإذن الله هنلاقي الصورة اللي فيها محمد فضل ودي من السفقات اللي كان مخلصها محمد فضل وهو موجود ده بس حاجات برضو من توقعاتنا لأنه واضح إن النادي الأهلي كان ماشي بخطة سابتة بشكل كبير بنشوف صفقة واثنين وثلاثة واربعة خلصانين بنفس الشكل خلصانين بنفس السيستم وبالصور والصور برضو هتنزل عشان بس ده الحقيقة يعني إيه عشان ندي فضل وحسام غالي حقهم في الفترة اللي فاتت لأنها قد فطرت مجهود كبيرة ممكن دلوقتي يكون الجمهور بيرجع لهم جزء من حقهم حتى لو هم مش موجودين في النادي مصدر حضراتك مصبوطة أنا أقول لها حضراءك المبذير الفني لا أنا ما ب MELشيككش في معلومات حضراتك لا crochet لا على فكرة هي كلها توقعات يعني في الآخر حد لا وليس توقعات بالنسبة لي أنا بالنسبة لي أنا مش توقعات لا أنا مش قاصي يعني مش كوران مش كلام مصدق بالنسبة لي بالنسبة لي حركة أكيد معلومات مؤكدة بالنسبة لي علشان هو مش مصدر واحد من مصادر متعددة داخل النار أنا عارف لا أنا بقول لحضرك من مصادر حضرك إمتى ممكن يكون موجود الأجنب الكابتر الخطيب قال له أقل لأعضاء المجلس الضرف في الاجتماع اللي فات خلينا أسرد لك اللي حصل بالزبط إن الكابتر الخطيب داخل الاجتماع العادي اللي كان مصر كل الآن بتقول هيتم بفيه الاستقرار عن مدير الفني أو هيتم بفيه الإعلان بعده عن مدير الفني يمكن إحنا في جريدة الشوء أعلننا قبلها حوالي 3-4 أيام ولا حاجة هتكون كلها أمور إدارية ساعة الناس ما صدقتناش على فكرة وأثناء برضو الناس لحد دلوقتي مش مصدق فأنا لا مش مصدق إن الاجتماع خلص ومفيش خرارات الاجتماع بدأ الكابتر الخطيب قال للأعضاء اللي اشتغلوا عادي في الأمور الإدارية كاملة أوشك الاجتماع على الانتهاء خلاص الكابتر الخطيب بقول يعني يلا بسرعة عشان نمشي يعني فالأعضاء جميع الأعضاء يعني يستغربوا يسألوا المدير الفني قالوا لهم لما أنتهي ملف المدير الفني أنت حضر لكم فوضتوني في ملف المدير الفني ولما يكون في جديد وصلنا دلوقتي حاليا لأتنين مديرين فنيين سيفهات تقيلة لسه مخلصناش مع حد فيهم أول ما هخلص أكيد هرجع لكم وبعد كده هنعلم بروس مش كان واحد منهم وكان مفروض توصل لمراحل متقدمة وكان جاي في الطريق؟ خلينا أقولك أن فيه شرط مهم جدا الكابتن الخطيب قيلوا لكل الناس الموجودين ما فيهش مدير فني أجنابي هيدخل النادي الأهل إلا ما يكون محاق بطولة إلا ما يكون محاق بطولة محاق بطولة إيه يعني؟ بطولة محاق بطولة محاولية يعني بيدرب في دوري مثلا في أي حتى أخذ الدوري في البلد دوري إنجليزي دوري أسباني آه إن كان دوري إنجليزي؟ آه إن كان حتى لو أقد كاسي أنا عايز أعلق بس على كلام خالد النهاردة تحديدا فرص الكابتن محمد يوسف ارتفعت في الاستمرار في البقاء هم شايفين إنه الدوري مضغوط والمبارات مضغوطة الكابتن محمد يوسف المشكلة النادي الأهلي مشكلة مش فنية مش مع مدرب المشكلة مع العيبة ما فيهش البديل ما فيهش اللاعب الأساسي اللي هو كان يقدر يشير للفريق فيه مصابين كتير المصابين فريق تاني اللي حتى أطلق مصطلح مستشفى الاهلي لكتر لعيب المصابين الإدارة يعني بتفكر بقوة منح الكابتن محمد يوسف الاستمرار نهاية الموسم علشان بس كلامك ده توقع بدأ توقع ولا معلومة مع تدعيم مع تدعيم الفريق في شهر يناير بالصفقات لعدة أسباب زي ما بقولك ضغم مباريات شايفين المشكلة مش مشكلة فنية مع الكابتن محمد يوسف معلومة حضرك منين؟ من جول الإدارة من النادي جوه الكابتن محمد يوسف حضرك من جول نادي؟ طبعا من جول نادي كابتن محمد يوسف حق بطولة أفريقيا في 2013 يعني شايفين عنده خبرة شايفين عنده قادر يشيل مسؤولية النادي الأهلي وإن كان لو الإدارة فوضية مدربين كبروا أسمائر زي رامون ديال أو كده بس المشكلة في المبالغ المالية المرتفعة اللي طالبينها إدارة الأهلي بتفكر حاليا في التعاخد مع مدير فني كان الفترة يعني لأيام القليل الماضية يعني حطينه مبلغ معين ما يبتعداش 150 ألف دولار لأي مدرب دلوقتي طالب 180 و200 ألف دولار النادي الأهلي مش عايز يدفع المبلغ ده لو اتراضنا جبنا مورينيو أو زيدان مورينيو لسه كان خسران 2-0 في دور أبطال أوروبا زيدان مثلا موجود فاضي هيعمل إيه دلوقتي لو مسك النادي الأهلي في ظل الظروف الحالية هيلسه هيقولك هيتعرف على اللعيبة هيتعرض يجرب كذا خطة هيشوف الدينة فيها هيحتاج فدرة طويلة عشان كده أقالك تفكير كبير في استمرار لكابتن محمد يوسف درؤية برضو ولا توقع لأ معلومة أختلف تماما وبعد أنت جالة أكيد هنرجع تايني ونشوف طيب في جزئية أخذها قالها هشام بيه برضو مهمة إن المبلغ المال يحكم أو الباجت يحكم قال الأهلي على استعداد إن هو يدفع رقم لمدير الفني اللي حركت تتكلم عليه إن هو اللي أخب بطولة اللي أخب بطولة دي كلمة كبيرة جدا طيب هو مبدئين هشام قال رقم أنا معرفش مدى صحيته إيه إن هو مية وخمسين ألف تفتكر إن هذا الأهلي هيوقف طموحاته هيوقف طموحاته وعلى عشرين ألف يورو أو تلاتين ألف يورو بعد إذنك يا خالد صفقة لعب سموحة لعب فيتا كلوب النهاردة تعقد مع سموحة الأهلي كان عرض خمسمائة ألف دولار سموحة عرض خمسمائة وخمسين ألف دولار اللعب وقع رسم الاسموحة الأهلي مرضوش يزود عن خمسمائة ألف ولعب ميز في وسط المال كلامك يا عشام عن طريق فيك وكيل طلاع وقال تصريح كلام ده كله مؤخرا أحداث كتير داخل نادي الأهلي بتبقى وقف على حجاب بسيطة يعني مسها ديك مع عبدالله السعيد ملف الموس خلينا أقول لك خلينا أقول لك أن الملفات دي تحديدا كانت نقطة تحول في تفكير قدرة النادي الأهلي مؤمن زكريه مؤمن زكريه عمل إيه كان طالب مبلغ برضو وكان فيه مشاكل جدد لسه ما جددش لحد لا جدد لأ طب صحنا خالد أنت فتحت نقطة مهمة مؤمن جدد صح مين اللي كسب أمني ولا الأهلي الاتنين لأ اللاعب هو اللي كسب الاتنين قولي بس ليه ليه مؤمن جدد لو مؤمن جدد أسرع من كده كان لعب أفريقيا كان لعب بطولة العربية طبعا مؤمن ليه لعب أفريقيا ولا لعب بطولة العربية عقابة ليه عن ملف التجديد ثم جدد وخد المبنى خليلي بس أقولك هنا نقطة معينة فضل أنا كنت ضد أنك تجمد لعب علشان أنه مش اللي يجدد لي تماما ما بتحصلش في الناد العالم كلها خد من اللعيب زي حد نهاية عقده استفيد بيلي الآخر على فكرة أنا بس مش عايز الناس أو السادة المشاهدين يفكرون أنه واخد اتجاه الدفاع عن الناد الأهلي لا لا بالعكس يا كلها معلومات يعني كل واحد بتحصل معلومات أنا بتكلم عن معلومات واثق منها تماما مش واثقة يعني ما احترام الكامل للناس المصادر أو الناس اللي بتعام معها دي بتعام معها مقرب من 13 سنة تمام أكيد في خلفية بتخلينا اتكلم بثقة في معلومات بتخلينا اتكلم بثقة أنا مش طالع اتكلم باسم الناد الأهلي بس يطالع بقول المعلومات اللي عندي المعلومات اللي عندي إن الناد الأهلي بيبحث بجدية في ملف المدرب الأجنبي المدير الفن الأجنبي مش ملف مطروح قوة لا لا صوت داخل مجبو إصدارة الناد الأهلي وعند الكابن الخطيب يعلو فوق صوت بتتعاقد مع مدير فني أجنبي طب بالقلي حاطت كم مدير الفني حاطت مبلغ لا مفيش مبلغ معين لا محطوظ مبلغ معين والجهاز المعاون مبلغ معين علشان كده فشلت فقط هقولك ليه بس انت قبل ما بتختار مدير فني أجنبي هقولك بس ليه هقولك ليه الكابتال الخطيب يعني انت مثلا حاطت 150 ألف يورو كويس أو 170 ألف يورو لو مدير فني جاء لك هناخد 100 ألف يورو تفتكر 10 ألف يورو دولهما لفرهم مع كابتال خطيب أو مع نادي الأهلي لو المدير الفني مقتنع به النادي الأهلي مش 10 ألف يورو بس فيه رينج بتتكلم فيه يعني ممكن يقولك أنا السافة 150 لو 200 مش هجيه و250 مش هجيه مستحيل طبعا أنا بقولك انت بتشوف على قد مكانياتك بس مش سقفه معين السقف ده انت هتكسره لو حطت 150 وجاء لك 160 هتكسره جاء لك 160 برضه هتكسره طلب مبلغ معين على فكرة ما كانش مرشح على فكرة يعني أنا أقولك طلب مبلغ معين والأهلي استغلاه لا ما حصلش طيب بروس كان مرشح؟ ها طيب بروس ايه اللي عطل السفقة؟ كان مرشح كان مرشح بس بروس يعني نصر معه التفاوض مهم جدا هو اتبعث وتسكرة الطيران القصة المعلوماتي الموضوع ارسال تسكرة الطيران لبروس ده كان كان غلط وتم تداروكه يعني طيب من وجهة نظرك التوقيت امتى لوجود مدير فني أتنبي أنا من وجهة نظري أنه ده الأهل هيعلن على المدير الفني الأجنبي بعد مباراة العودة في أفرقيا يعني قدامنا دي ما يقرب من أسبوعين ما يقرب من أسبوعين بموجهة نظري 15 يوم مش معلومة هل أفن؟ خب بالك موجهة نظري مش معلومة أنا اللي عندي معلومة بتكلم فيها ما عنديش ما بفتقش هل محمد يوسف حيكون مدرب عام مع مدير الفني الأجنبي ولا محمد يوسف مش حيكون مدرب؟ ده على حسب اختيارات على حسب مدير الفني اللي هيجي معاه مدربين مساعدين معه بتاعه واغلب الاسمين أو الثلاثة الموجودين دلوقتي الاسمين أو الثلاثة الموجودين دلوقتي موجودين جايد على مساعدين هل سيد عبد حفيز حيكون موجود كمدير؟ لازم